لونغ الداريجة النادم وخاء مخصوم شي كفروح هدا سؤال زوين هدا فعلا سؤال زوين تنظن بنا بزاف الناس ما تفهموش مزيان وهو شنو والفرق بين الوهابية واهل السنة والجماعة فهنا على حساب شو كنت تتسول انتو إلا سولتي الوهابية شنو غادي قولولك غادي قولولك بأن الوهابية رايما ويا السنة والجماعة لا يشفرب إلا سولتي ناس لضد الوهابية يقولك الوهابية ماشي أهل سنة وجماعة ويقولك الوهابية رايما تكفرو الوهابية كادا وكدا وكادا وكادا احنا ما ما وهبية ما الناس اللي تيكفرو الوهابية ما الوهابية تيكفرورخريين احنا ناس انت خينشوفو المسائيل كم هي انا اركت واحد المرة درت واحد اللقاء هيبت 가서 ارثت بها على الوهابية في غرفة جلس الفكر واك ماشي مشكل لنعطيو ملخصات سريعة الوهابية شنو هي؟ من جت أصلا تسمية الوهابية؟ جت من مؤسس ديالها محمد بن عبد الوهاب هذا هو المؤسس فمنه جت سمية فمنت تسمع الوهابية شنو تيعنيه بالوهابية؟ كي اللي تقول مذهب الوهابي في الإسلام ما كينش حاجة اسمية المذهب الوهابي السعودية على المذهب الحنبالي السعودية حنابلة فما كينش حاجة اسمية هالسعودية وهابيين على المذهب الوهابي ما كينش هاللها درها دي فالوهابية نقدر تسميها حركة حركة سياسية أكثر من أنها دينية حركة يعني يدك الزواج ديال ديال عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب مع السعود اللي يكونوا في الأخر تيمار دياله أنها خرجت هي المملكة العربية السعودية يعني في القرن العشرين أما قبل ما استقش لهم ذاك شي فإذا هي حركة العقيدة ديال محمد بن عبد الوهاب فهمتش أنا يكي ابن تيمية هو الطب ديال الاهل السنة والجماعة إذا الوهابية ما كينش حاجة يعني اللي تيقولك بأن اللي تيقولك بأن الوهابية راه مذهب وره هدي جيبوا لنا المصادر ديال الوهابية جيبوا لنا الكوتوب ديالهم باش نشوفوا الخلاف بينهم وبين أهل السنة ما كيناش هما يسمون بالوهابية تيستعملوا الكوتوب ديال السلف سلف الصالح تيستعملوا الكوتوب ديال أئمة الإسلام اللي تيستعملوهم أهل السنة راه هم أهل السنة فين ربما كين الإشكال تنظن أكثر فين كين الإشكال أكثر هو في مسألة ديال التكفير تنظن هنا فين كين ربما الإشكال أكثر لأن بعض بعض الجماعات الإسلامية سيرتوا الإخوان يعني بحل تقول معتدلين بين قوسين بحل لتساهلوا في مسائل التكفير تساهلوا فيها يعني إذا تلقى مثلا الوهابية أو الحركة الوهابية ما كانت تساهل في التكفير لأن تقول لك أنت إنسان تعبد القبور هذا إنسان أشرك بالله هذا مشرك عبادة القبور هذا أشرك بالله فبما أنه أشرك في الله هذا يحارب هذا يحارب يحارب والفلوس دياله غنيما للمسلمين ولكن هاتشير كما قد لكم حركة كانت أصلا في الجوهر ديالها سياسي أكتر من ديني لأن نرى ولا تدولة من بعد يعني كانت تزاوج ديال الدين والسياسة ولكن الهدف دياله سياسي قبل أي شي أما دينيا فرا باقي نحن مع المذهب الحنبالي والعقيدة دي الأهل السلف ما كان شي نعم رأي الوهابية يعتبرون موحى بن عبد الوهاب رأي مجدد يعني على رأس كل مئة سنة تيجيب الله واحد المجدد اللي تحيد البدع اللي داروها الناس فهو حيد البدع الوهابية تقول حركة وما حركة إصلاحية أن حيدات الشركيات والبيدع اللي تركبت في الأمة أن الناس اللي تتبركوا بالقبور وتتبركوا هذا هذا شيء مخصوش يكون إن عقيدة السلف ما فيهاش تبرك بالقبور وفيه هذه نعم وهو ما زيقولوا على رأسهم يعني بأنها أما عقاديا رأى نفس شيء ما كينش فرق بين بين السنة والجماعة الوهابية أصلا ما كيناش هم كلهم أهل سنة وجماعة كلهم أهل سنة وجماعة ستبقى ديك الفيرق طبعا اللي فيها فيها خالة العقادي كما تنقوله كما تسميوا أهل السنة والجماعة ولكن رأى هم كلهم بحل بحل ما كينتاشي فرق الدين الصلعومي هو دين لا أخلاقي بامتياز كلهم بحل بحل ما كينش حاجة شي هذا مذهب أحسن من مذهب المذهب المالكي مذهب لا أخلاقي المذهب الحنبالي لأأخلاقي المذهب الشافعي لا أخلاقي المذهب الحنفي وقف فيه شي شوية ديال الطولة أخلاقي صافي وهدي هي السنة والسمنة والمجاعة هي هذه والصوفيارة غايته اشتحوا معا الصوفيارة بعل بعل يجي يديروا اليوغا مساكن ما صوفيارة شدين وخاق كرا هادشي كاملتي تعتبر خريف اشي راي خريف يا صاحبي عشي غادي يستفدى تستفد الإنسانية وخب الناس تيشتحوا والو يعني طبعا هم ما فيهمش ضرر ولكن راي خريف والخريف معمرو كانشي حاجة زوينة الخريف اوكي دوزول نيكست معلومات خاصة تحياتي لأخ نستيك شكرا على مجهوداتك الجبارة بغيت نقول لك كيفاش كتدير في الحساب ديال الفيسبوك باش ما يبلوكي واش وهدو تيسولوني على كل شي باش ما يبلوكي واش لك حيث أنا درت الصفحة ديالي في الفيسبوك ومع ذلك داروا لي المسلمي لإبلاغ بحيث أنا ما بغيش نبيل الهاوية ديالي في إدارة الفيسبوك يسدوه لي عشان ديروا لإخوان نستيكرا كمنور صحياتي اما بالنسبة للجواب سواء بالدريسة وباللغة العربية أوكي أوكي عزيزي وهما سدوه ليك ولا ممس تتضر على الصفحة هما سدوه لك حيث أنت درتي شي خطأ هما ما يجيوش غير هكو يسدوه لك يعني الفيسبوك ما يجيش غير هكو يسده لك انت درتي الخطأ خليتي شي ثغرة خليتي شي فجوة فتم من دازولك وسدوه لك فما خاسكش تخلي لك هو خاسك ديما تسد أي فتحة أي ثغرة يعني تقدر يدوز من من هالمشكلة خاسك انت التعامل معها بج ما يجيوش يسدوه لك فهد بالنسبة الفيسبوك خاص لواحد شوية الحضار لأنه انت من تكتب واحد الحاجة تكتب المسلمين كذا وكذا لإسلام كذا وكذا هذا تعتبروا الفيسبوك هيت سبيتش يعني دعوة للكراهية فإذا مشوا وتتبلغوا عليك غايجي الفيسبوك وهي ستلك صفحة عادية شي هذه مسائل عادية جدا هذا تعتبر خطاب ديال الكراهية ما خاسكش تستعمل وخاسك تستعمل كلمات لتتعطي نفس المعنى ولكن ماشي ديريكت بحل مثلا صلعومي أنا تنس علش تنقول أنا الصلاعيمة أنا بتحملش هاتلكلمة هدي بتحملهاش تنحملش أنا نقول علشي واحد تنتامل دينا الإسلامية نقول عليه أنه صلعومي ولا نقول الصلاعيمة ولا هدي أنا تتجيني بحل راتنحتقر ولكن أنا مرغم مرغم لأنه إلا قلتي الإسم كما هو هدي يجيع يقول لك هذا هيت سبيتش يقول لك هذا خيطة بكراهية ويسدو لك يحيدو لك الفيديو وليسدو لك الصفحات في فيسبوك ولا يديرو لك أي حاجة فلذلك تنختار الكلمات اللي تنستعمل سمعت من بعض الناس اللي هم أدرة مني مصادر موثوقة قل لك حاول أنك ما تديرش دي فيديو في الصفحة فيديو مثلا شي مباشير ولا شي لايف ولا هذي في غير صورة وحدة هذا أسهل تبليغ عليه على واحد الفيديو اللي تتحرك اللي فيه الحراكم وما كان مسائل تقنية ولكن المسألة اللي مهمة كما قلت لك صديقي هو ما تستعملش واحد الخطاب ديريكت لأن راه الفيسبوك وخط يقولوا بأنهم راه محايدين وأنهم هذي راه محايدين لأن الفيسبوك الصلاعي مولاد هذي طيروا ليا المنشور راتي يمشي الفيسبوك تقرأ هذا كتب بأن هذي النس هذي اللي متمين هذي ديان هذي أولاد العاهرات هذا خطاب كرا هي إذا نحيد لي الباج هكو يتعامل الفيسبوك مع المنشورات وذك فحاول تكون لابق في ذك شي اللي تدير صديقي والفيسبوك راحبق شي الفيسبوك بعد المرات راحبق لأن واحد الفيديو فيه تباحة ديال داعش فيديو مقود واحد المرات شتم يعني من أقبح الفيديوات اللي شت وانا نبلغ عليه بلغت عليه يعني وقيل اول فيديو الواحد اللي بلغت عليه في حياتي كاملة بلغت عليه دست شي يومين ثلث يام هو يجاوبني الفيسبوك شكرا على التبليغ ديالك عزيزي راح درنا اناليز اللي درت لنا اللي صفت لنا ولقينا بأن الفيديو ما تيخالفش القوانين ديال الفيسبوك شناش سياد شناش اذا اذا صافي اذا شنو اللي تيخالف هو ان يبن شوية ديال الترماح هو اللي تيخالف تتشوف حل المسائلات يعني تتعرف بأن نرى الفيسبوك حمق يعني هو تيشوف الدبيح تتبح في بنادم وعنده الدنيان ياما كي تشي مشكي اوكي